السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناتكم وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب اليوم وإن شاء الله وكالعادة سأقدم لكم وصفة رائعة وبسيطة وممكونات متوفرة في كل بيت لن تكلفكم هذه الوصفة لا مال ولا مجهود وصفة هي عن تبيض البشرة والعنق وللتخلص أيضا من آثار الشمس أو حروق الشمس هذه الوصفة مميزة ووصفة معروفة عند اليابانيات رائعة جدا في تبيض البشرة وتصفيتها وقبل ما نمر أحبائي للطريقة أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس أيضا أتمنى من الزوار الجدد الذين أول مرة يزورون قناتي أن يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس لكي تصلكم جميع وصفات المجربة والمضمونة وسأحاول إن شاء الله دائما إفادتكم بأنجح الوصفات وأن تدروا آراءكم وتعليقاتكم الجميلة دائما كما أن تدروا أسئلتكم فيما يخص أي وصفة أول شيء على بركة الله سنأخذ إنا مناسب سنقوم بوضع ملعقة كبيرة من الأرز المطحون أو دقيق الأرز يمكنكم أيضا شراؤه مطحون كما يمكنكم أيضا طحنه في البيت في المطحنة كهربائية هكذا يكون أفضل وآمن أي حتى الحصول على دقيق الأرز وسنضيف إليه ملعقة ونصف من عصير البرتقال نقوم بمزج هذه المكونات جيدا بعدها نقوم بتطبيق هذه الوصفة على بشرة نظيفة أي على الوجه والعنق كما يمكنكم أيضا استعمالها للجسم بالكامل أي المناطق الدكنة التي تتواجد بالجسم كسواد اليدين والقدمين أي حتى أيضا المناطق الحساسة كذلك فهي وصفة تعطينا نتيجة مبهيرة جدا للجسم تعطي نتائج رائعة منذ الاستعمال الأول بعدها نقوم بغسل بشرة بالماء جيدا أي بعد ترك هذه الوصفة لمدة 20 دقيقة تقريبا نداوم على هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع فهي تعطي نتائج رائعة جدا فقط ما عليكم إلا تجربتها وسوف تلاحظون مدى روعتها والفرق الشاسع فكلنا نعرف مدى فوائد الأرز وعصير البرتقال على البشرة فهي وصفة مضمونة ومجربة لدى العديد من النساء اللواتي قاموا باستعمالها ولازالوا يداومون عليها فأتمنى أن تجربوها لأنها بالفعل وصفة رائعة وأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل وأتمنى أن تنال وصفة لهم إعجابكم وشكرا لكم على حسن المتابعة أن تدروا آراءكم وتعليقاتكم وأيضا دعمكم لي وذلك بالاشتراك في القناة ولا تنسوا أحبائي أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة